عقب موجة الغلاء التي اشتاحت المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب مؤخراً أرجعت مصادر مطلع ذلك إلى مصادرة ميليشيا الحوثي الانقلابية كميات كبيرة من الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة وتفريغها في خزانات التومين العسكرية التابع لها دون دفع قيمتها المصادر قالت إن الميليشيا الحوثية لجأت إلى تعويض تجار الوقود قيمة تلك الكميات المصادرة من خلال رفع سعار الوقود على المواطنين وتحديد تسعيرة مرتفعة تضمن من خلالها سداد قيمة تلك الوقود المنهوبة إلى ذلك أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن اجتماعاً سرياً عقد مؤخراً بمقر شركة النفط بصنعاء وضم قيادات الميليشيات بغية تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن الاجتماع خرج بعدة قرارات أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزناً سرياً استحدثتها الميليشيات تباعاً في صنعاء والحديدة وذمار وإبو عمران وصعدة وغيرها واتفق قادة الميليشيات الإرهابية مع القائمين على شركة النفط على أن يتم عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن السرية بالوقود تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتهم بكميات من الوقود وذكرت الصحيفة أن ميليشي رحوتي تسعى من وراء تلك الخطوة إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة وكذلك استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحاً ضخمة من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر